طيب الوطن العربي بقى احنا خدنا قبل كده ان الوطن العربي بيمتد من فين لفين احسنت الموقع الفلك الوطن العربي من دائرة عرض اتنين جنوبا حتى دائرة عرض ايه 37 ونصف شمالا فبالتالي الوطن العربي في مناطق بعيدة عن دائرة الاستواء وفي مناطق قريبة هنا هنقول ان المناطق القريبة من دائرة الاستواء بتكون اشد حرارة وتقل درجة الحرارة كلما بتعدنا عن دائرة الاستواء شمالا وجنوبا فانا عندي مين بقى اللي قريب من دائرة الاستواء في الوطن العربي ومن اللي بعيد احسنتم طبعا الاجزاء الشمالية للوطن العربي هي اللي بعيدة عن دائرة الاستواء وبالتاني بتكون أقل حرارة من الأجزاء الجنوبية اللي بتكون قريبة من دائرة الاستواء يبقى الأجزاء الشمالية من الوطن العربي أقل حرارة من أجزاء الجنوبية بما تفسر بسبب اقتراب الأجزاء الجنوبية من دائرة الاستواء فبتكون أعلى حرارة وبتعادل أجزاء الشمالية عن دائرة الاستواء فبتكون أقل حرارة ده اسمه التكامل وهيكون عندنا درس عن التكامل الاقتصادي العربي بين الدول العربية إن شاء الله